السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وحضراتكم بخير كل السيدات وكل الأنسات كل الأمهات وكل البنات كل الجدات وكل الحفيدات يا كل الأخوات لكم مني أرق وأطيب التحيات في المعادة بالذات زي ما تعودنا منذ سنوات ولله الحمد والمنى تكرر اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا بإذن الله تعالى هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة ووعد إن ده أكيد في انتظار اتصالات حضراتكم وتساؤلاتكم على أرقام البرنامج التي تكرر ظهورها عبر الشاشة يمكنكم التواصل معنا عبر سائل اسم اس أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك ويمكن لحضراتكم متابعة الحلقات على موقع القناة على اليوتيوب إلى جانب إننا بنعيد أجزاء منها كلما تيسر ذلك في الحلقات السابقة اتكلمنا مع حضراتكم على الموضوع الساعة والذي يشغل العالم قاطبة ما التهاب بعدوى فيروس كورونا التي تمثل جائحة تشمل كل دول العالم تقريبا وست قرات وعدد الحالات الموثقة في حالات أكتر من كده كتير لكن عدد الحالات الموثقة يقترب من خمسة مليون حالة وعدد الوفيات يقترب من فاقل تلتمائة وربعمائة ألف وفاة وفي ازدياد مستمر وبالتالي حذرنا حضراتكم من شرحنا تاريخ الأوبئة كيفية انتقال المرض وقلنا ايه هي القواعد للتباعد المجتمعي والحقيقة ملخص الكلام اللي احنا بنقوله في هذه الحلقات التقطته جريدة الأخبار ونزلت المقال ده هنشوف الصورة يوم الأحد الماضي في عدد الأحد الماضي نزل المقال ده ممكن نلمونتور بس أشوفه والمقال بعنوان قضية ورأي خلاصة القول في الفايروس كورونا ده مقالية طبعا أنا مش تخصصي فيروسيات لكنني طبيب ودرست علم الأوبئة وأنا أستاذ جميعي ومتخصص في الكلام ده وفي الأبحاث العلمية وفي الإحصاء الطبي فعندي القدرة على الاستقرار ده ملخص الكلام هو ما قلناه اللي موجود في المقال وهو ما قلناه في الحلقات السابقة هذا وباء وفيروس لن ينتهي مش هيجي يوم زي ما الناس بتحلم ان النام ونصح يقولوا لا ده خلاص خلص إلا إذا بقى في لقاح ضد هذا الفايروس وهذا لا يبدو في القريب العاجل صحيح فيه كلام مبشر على اللقاح اللي ضد الفايروس اللي من جامعة أكسفورد بيتكلموا بثقة شديدة على سبتمبر لكن ما بنتكلمش قبل تسع شهور سنة إذا كان حيبقى في لقاح من هنا إلى أن يحدث أن يبقى في لقاح ويعمم على البشرية ويبقى آمن ويحدث نتائج سيظل هذا موجودا وبالتالي يجب أن الله تقف الحياة ويجب التعايش معاه التعايش معاه تشترط عليه نظام جديد للحياة طبعا التعايش ده له ظروف ولو أساليب ولو قواعد ما ينفعش يبقى الحالات فيها زيادة شديدة ونفتح الباب للتواصل للناس والتعايش لازم الحالات تبقى تحت سيطرة وعددها قليل نبتد نفتح الباب للتعايش لكن يبقى تعايش جديد الناس تتباعد عن بعضيها تلتزم بقواعد التباعد المجتمعي اللي أكدنا عليها في الحلقات السابقة واللي لازم تكون هو الطريقة لتعامل البشر حضرتك تفترض أن أنت مصدر للعدوى وأنك عندك الفيروس ممكن يبقى بدون أعراض وأنك ممكن تنشره وتفترض في كل حد قدامك أنه ممكن يكون مصدر للعدوى وبالتالي أنا بأخذ احتياطي وهو بيأخذ احتياطي الاحتياطات دي أبسطها هو التباعد المجتمعي وعدم التلامس والالتزام باللبس الكمامة اللي هتبقى يقين اللي أنا قلت في حلقة قبل كده أن هي مهاش حتمية بس كنت بقولوا أنت ماشي في الهواء الطلق وأنت صحتك كويسة وأنت 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 وقلنا في ناس اللي لازم يلتزموا بلبسها مين بقى كمان من ضمن الإلزاميات دي أنك تكون في مكان مغلق في مجتمع سيء التهوية داخل مول داخل بنك داخل التعامل مع مكان حضرتك بتلبس الكمامة واللي قدامك بلبس الكمامة عشان حضرك تحمي نفسك وهو يحمي نفسه ومقاش حد مصدر للأذى جايز إذا سمح الوقت الحلقة القادمة أبقى أجيب لحضرتكو أنواع الكمامات عشان فيه ناس بتلبس حاجات غريبة وعجيبة ولا فائدة ولا طائل منها على الإطلاق لكن نؤكد في هذه الحلقة على التباعد المجتمعي اللي بتتبنى وزارة الصحة المصرية واللي كل المواقع بتؤكد عليه واللي أكدنا عليه لحضراتكم واللي كنا صباقين في شرحه ونعيد على تأكيده مرة أخرى ونشوف الصور اللي معانا بعد إذن حضراتكم سريعا نشوف الصور يلا لازم حضرتك في البيت في المدرسة في جامع في مصلحة في نادي في بنك إذا تفتحت نادي ده لسه دي مراحل متأثرة حيبقى لازم أسلوب التباعد المجتمع أنه كل واحد بينه وبين التاني كنا زمان بنقول متر الوقت نقول مترين فيما أكتر على الأقل على الأقل كل ما تقدر تبعد تبقى أحسن نشوف الصورة اللي بعدين زي قررتكو الصورة دي المرة الفات أي طبور أي اجتماع لازم بيقى فيه مترين على الأقل طبعا أنا بشوف حاجات غريبة جدا البنك ما بيدخلش الناس قال لب عدد قليل فالناس متجمعين بره عند البنك طب والله عمل كويس عشان ما يتجمعوش الناس جوه خصوصا ده مكان سيء التهوية مغلق يعني ألاقي الناس بقى متجمعين بره البنك اللي هم مستنين دورهم عشر عشرين واحد في متر لا مع حضرتك هم مش مدخلينك جوه علشان التباعد المجتمع فحضرك لازم تحقق التباعد المجتمع ده وانت كمان بره البنك وبره فرع شركة الموبايلات اللي انت رايح تدفع الفواتير فيها ولو انها كلها بقت أونلاين وياريت تقدر تعمل كل حاجة أونلاين من على الانترنت بدل ما تروح بنفسك ومع ذلك في زحام شديد على مقرات الشركات دي كل حاجة تقدر تستغنى عنها كل مشوار تقدر ما تنزلوش كل مكان تقدر ما تروحوش كل حاجة تقدر تعملها أونلاين لو سمح تعملها أونلاين وحاول من التباعد المجتمعي يبقى ده بيؤثر جدا في تخفيض عدد الحالات نشوف الصورة اللي بعدين اهو لازم على الأقل 6 feet or 2 meters احنا صحاب وروحنا نقعد في مكان مفيش مانع مكان اهو مفتوح وجيد التهوية وفي الشمس والهواء اللي احنا قلنا ان ليهم أهمية شديدة لكن ده ما يمنعش اننا لازم نحافظ على التباعد المجتمع مفيش حاجة أصدر ده صحبي وده أخوية وده ابن عمي ويعني هو هيئزيني ايه هو هيئزي حضرتك ابن عمك واخوك وصحبك من غير ما يدري ومن غير ما يقصد ومن غير ما يكون هو عنده أعراض مش لازم حضرتك تاخد الاحتياط افترض انه في كل حد انه هو مصدر خطر سورة اللي بعدين 6 أقدام او مترين على الأقل سورة اللي بعدين لازم نحتاج إلى التباعد المجتمعي وسنظل نحتاج له على الأقل لمدة سنتين اشمعنا سنتين لان سنتين ده تسمح ان دورة النشاط وهبوط الفيروس تكون حصل الى ان يكتسب العامة ما نسميه في الطب مناعة القطيع الهيرد اميونيتي اللي بتشمل ان 60-70% من البشر يكونوا اصيبوا اصابات خفيفة وعندهم مناعة منه او يكون ان فيه لقاح وبالتالي الحياة الجديدة ستكون مختلفة ستكون معها اساليب والاسرار على التباعد المجتمعي وده قد نحتاجه لمدة سنتين ومش هتبقى الناس مستغربة ان لو سمحت لما توقف في طبور تلاقي واحد قريب منك وانت تقول لو سمحت ابعد شوية وانت تاخد خطة تقول لو سمحت تلتزم ما تجيش ورايا ده مصلحة ليك ولو اللي بعده شايفين الصورة دي بتعبر على ايه على ان لو دول القطيع المجموع البشر لو كلهم متجمعين واحد بس منهم يبقى عنده المرض وبقاش عنده اعراض هيعدل بقيين اللي قاعد بعيد هو اللي في امان التباعد المجتمعي هو الامان الان الصورة اللي بعدين طيب ما تستخدمش ادوات حد ما تستخدمش ادوات حد التباعد المجتمعي مرة اخرى الغسل الادين المتكرر ابقوا على اتصال ببعضكم بوسائل اتصال عن طريق الانترنت مش عن طريق الاتصال القريب الجسدي مش التقارب الاجتماعي التباعد الاجتماعي لما نشوف بعض ما نسلمش على بعض من المس بعض وهكذا شوف الصورة اللي بعدين واحنا كده حصل لغبطة في الصور بس ماشي دي برضو بنؤكد على التباعد المجتمعي اللي هو 6 feet or 2 meters طيب نعرض بقى الفيديو لان كان فيه صور كده نطناها لازم لما تكون واقف بين شخص لازم المسافة تبقى على اقل ايه 2 متر نشوف كده الصور الفيديو ونأكد على المعلومات اللي فيه المشي خلف شخص تصبح المسافة الامنة 400 طب ليش معنى استحضرهاك وانت ماشي في المشي ده لو حصل ان خلفك ده كح ولا عطس الرزاز ممكن ينتقل بالهواء لان انت في مكان مفتوح ومع المشي الرزاز ينتقل بالهواء لمسافات اطول تمام في حالات الجري تتسيب مسافة اطول لان ده طيار الهواء بيوفر للفيروس فرصة انه ينتقل اكتر في حالات ركوب الدراجة على الاقل لعشرين متر يبقى كل ما تبقى سرعتك بتزيد كل ما المسافة بينك وبين اللي قدامك بتزيد الكلام اللي الناس بتتكلم في مصر دايما كده بينها وبين بعض يحطه ازاي ما بيقوله الكلمة الشهيرة ان يحط بقه في ودن اللي قدامه لازم مسافة الكلام تبقى على اقل سنتي ونص يبقى المسافة واحنا وقفين اتنين متر وفي اي استخدام حياتي اخر فيه سرعة اكتر نضاعف المسافات دي وعند الحديث تبقى المسافة تقريبا متر ونص اظن الفيديو كده خلص واحنا بنعيده طيب طيب حينزل بعد كده applications على الموبايلات الapplications دي عشان تحدد لحضرك social distance لما تنزل الapplications ده على موبايلات وتبقى مشغله لما يبقى واحد هيبقى واقف قريب منك على بعد متر متر ونص الموبايل حيديك alarm يقولك لو سمحت فيه ناس قريبة منك انت ابعد وخليهم يبعدوا وانت هتظبط المسافة ان المسافة تبقى على اقل متر ونص وما ينفعش تقللها عن كده ممكن تزود المسافة عن كده يقوم لما حد يقرب منك وانت مش واخد بالك ومش عارف تاخد action الموبايل بتاعك حينباك يقولك فيه حد واقف على مسافة اقل من المسافة المفترضة لو سمحت تخد خطوطين لقدام وقل اللي وراك ده يبعد وزي الجملة الشهيرة ابعد حبة عشان تزيد محبة نشوف اللي بعده لا يا جماعة من الصور دي فيه صور نرجع بقى من الصور طيب الصور فيه كذا صورة احنا عدناها اللي حيتحط في وسط يوم الفيديو رجعوا كده هتوم لو سمحتوا ناخد الهام اتفضلي عليكم السلام يا دكتور انا ليه 4 سنين اتجوزة ايوة ما حصلش حمد ان شاء الله ربنا يعطيك يا رب ان شاء الله كل مرة فيه دكتور يقولون عنديكش اي حاجة يجينك في المناشطات وفي الدواء ولا اي حاجة يجعون عندي اي نتجة يا مدام الهام فيه سؤالين هنا السؤال الاولاني بناءا على ايه قالوا انك ما عنديكش حاجة ايه الفحوصات التي اجريت وبالتالي امقايلين انك ما عنديكش حاجة عملت اللي هو الفحوصات بتحت الهرمونات ما فاندر مفيش حاجة اسمها كده لان الهرمونات دول عدد كبير جدا فاحنا عايزين نعرف ان هي هرمونات اللي اتطلبت منك اولا سنك كم سنة 29 سنة تمام هل مثلا مثلا اتعمل لحضرتك تحليل مخزون المبيض من البيضات لا عظيم عشان نقول ان واحدة عندها تأخر حمل مجهول السبب زي ما حضرتك بتصدريلي انا عندي تأخر حمل ومحدش عارف يقول لي ليه يبقى لازم الفحوصات تبقى اكتملت فحضرك هترد عليها تقول لي لي عملت كل الفحوصات لا هو مش كلهم عملت كل اللي طلبوه منك واللي طلبوه منك قاصر او اول ما قلت على تحليل طلعي ما عملتهوش تمام السؤال التاني السؤال التاني ده السؤال الاولاني يبقى واضح ان الفحوصات اللي اتطلبت اللي بناءا عليها اتبنى قرار انك عندك تأخر حمل مجهول السبب فحوصات قاصرة ادي نمر واحد كويس؟ يبقى لما هروح لدكتور متخصص في تأخر حمل يعني ايه دكتور متخصص في تأخر حمل يعني مش كاتب على عيادته وعلاج العقب لان دي بيكتبه كل ده كترة النساء لما ادخل عيادة ابص يمين ابص شمال الاقي الستات اللي موجودين في العيادة كلهم حوامل اعرف ان انا في عيادة ايه متابعة حمل يبقى ده مش مكاني واضح؟ فلما روح لدكتور متخصص في تأخر الحمل سيقول كلام مختلف وسيطلب فحوصات اقرى وحيكون القرار مختلف تماما السؤال التاني بيدوا لحضرتك منشطات هم قالوا لك ان الطبويت ضعيف؟ نا عظيم حضرتك لو سمحتي شوفي الفرض اللي انا هفرضه وبعدين جاوبيني لو واحدة الطبويت بتاعها كويس وديناها منشطات هل هذا العلاج متوقع انه يجدي؟ الاجابة لا طيب واذا كان الست طبويتها ضعيف وهي محتاجة تاخد منشطات والمنشطات دي تفيدها تمام؟ ده الافتراض التاني انت ليه ما قلت ليش الحقيقة وما قلت ليش ان طبويت ضعيف؟ يبقى حضرتك لو طبويتك كويس وحد كتب لك منشطات يبقى في احتمال من اتنين اما ان اللي كتب لحضرك منشطات وانت طبويتك كويس ده لا يعي الدنيا ايه ولا مركز ولا بيقول اي حاجة ولا بيتعامل بحكمة بمهارة وباحترافية او انه بيتعامل بخداع ان انا طبويت دي مش كويس بس بيقولولي خداعا كويس بس الخداع بالكلام مش هيخليني احمل فبيكتبوا الحقيقة وفي الحالتين انا بيتديني الدكتور اللي هو سيدوفاج يقول لي مش عليه مثلا طالش شهور ده بالنسبة لي انا حضرتك عارفة السيدوفاج ده علاج لإيه؟ بإيه؟ علاج لمرض اسمه تكييس مبايت او فهل حد نطق ان حضرتك عندك تكييس مبايت؟ لا طيب هم نطقوا بس سألوه بفعلهم ما قالوش بايه؟ ببقهم انا قاسف في التشبيه اللي هقوله لحضرتك يعني لو واحد شكله مش عاجبني بيعمل حاجة مش كويسة فهو جئه قدامي لو انا قلت له انك بتعمل حاجة مش كويسة بقى صريح طب لو انا وديت وشي النحية التانية ابقى قلت انه بيعمل حاجة مش كويسة بس قلتها بفعلي مش بالثاني مزبوط؟ تمام مزبوط السيدوفاج ده بقى مالوش في امراض نسا غير استخدام واحد في مريضات تكييس المبايت وبالمناسبة تكييس المبايت مرض موزمن لا يشفى وبالمناسبة اللي عندها تكييس المبايت محتاجة تاخد السيدوفاج تستمر عليه مافيش حاجة اسمها تلت شهور ووقفه تمام؟ وبالمناسبة اللي بيتكتب لها السيدوفاج من غير ما حد يقول لها خسي ونزلي وزنك ده مش مفيد واللي بيتقال لها السيدوفاج ده بيخس كل من قوله واحدة انت بحضرتك بتخسي خسيتي لا انا خدت السيدوفاج هو ده ده كل مسأل بص السؤال اسأله واحدة كده حد قال لك خسي حد قال لك خسي خسيتي شوف الاسئلة دي تجاوب عليها ايوة قالولي خسي او اه خسيت او لا ما خسيتش الاجابة على الاسئلة دي انا باخد السيدوفاج هل دي اجابة على الاسئلة اللي انا بسألها دايما مريضاتي كده بيجاوبوا سؤال تاني انا لا اسأله ها فمن كتب لحضرتك السيدوفاج يعي تماما ومتأكد ومتيق ان حضرتك مريض التكايوس مبايد حلو طب والسيدوفاج ما بيفيدنيش ليه لانه ما قالش لحضرتك الحقيقة لانه ما قالزم كيش بنظام غزائي لانه ما طلبش من حضرتك تفقلي وزن اخد التنشيط ليه اذا كان الطبويض كويس فبعد شهر شهرين هتقوم يسايب العلاج والسيدوفاج ده بيقرف ويوجع المعدة انا ما عنديش حاجة بيقولولي ما عنديش حاجة واخد ده وليه متعب لكن لما يبقوا بيقوله الحقيقة هتخرج من عيادتهم متضايقة وتقولي الدكتور ده يا باي بيقول كده وبيقولي فوشي انت عندك كذا ايو الدكتور اللي يا باي بيقولك عندك كذا ده هو هو الدكتور اللي عنده ضمير هو الدكتور اللي بيفيدك هو الدكتور اللي هيختصر ان شاء الله بعد اذن الله تعالى لأربع سنين لأربع شهور هو الدكتور اللي بإذن الله العلاج بتاعه يجدي لكن ما فيش حاجة في الطب اسمها ما عنديكيش حاجة واخدي سيدوفاج فيش حاجة في الطب اسمها ما عنديكيش حاجة والطبيض كويس واخد تنشيط ما فيش حاجة اسمها خدي سيدوفاج تلات تشهر اللي حضرتك قلتي ده ثلاث جمل قلتهم لا يمكن أن يخرجوا من خريج معنا اتصلت لفوني آخر مش سامع السلام عليكم عليكم السلام يا فن وانت بالصحة وبكل سلام يا فن احنا متابعين معاك بالنسبة لابنتي اللي كنت بكلمك عنها في الشهر الثالث حاليا كان العادحة ده اللي هو الرقم اللي هو بتاع الحمد كانت في الساموية لكن الوضع ماشي كويس الحمد لله لكن عملنا لها الصفاحة اللي هو صورة الدم الصفاحة الدموية 139 ألف طب ويه يعني كويس خالص يعني لان الدكتور اللي بتقول لها مش كويس هو لازم تتغزي مش عارفين تتغزي طب ويه لو كلت المحيط ده حيزود الصفاحة الدموية طبعا ما هي الأكل بتاكل الأكل كويس يا فنزم الصفاحة الدموية ما لديش علاقة بالأكل الصفاحة الدموية دي بتنتج من بون مارو من النخاع العظمي ما لها ما لأكل تمام الصفاحة الدموية أقل رقم في الطبيعي هو 150 ده الرقم الطبيعية لكن نقدر أن نجري جراحة كبرى لو الصفاحة الدموية قليلة لحد 60 و70 و90 ف130 بتاعة بنت حضرتك دي طبيعية تماما بس محتاجة تتابع يعني نعتبر نسبة كويسة إن شاء الله ما فيش مشكلة طبيعية تماما لكن المقلق يعني مثلا أجل من 100 مزبوط وكل ما نبقى أقل من 100 أكتر نبقى ولما نقل بقى عن 90 و80 نبقى مخضوضين لأن الصفاحة الدموية ليها دور في عوامل التجلط لكن 130 دي كويسة جدا 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 حتى لو الثمر اتلقات إن شاء الله الحمل ما فيش مشكلة برضي وحتى لو يوم الولادة ولو بعد الولادة 130 دي كويسة جدا 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 وأنا اللي بقوله بس تبقى 130 صحيح يعني إيه يعني يبقى المعمل مزبوط يعني طيب شايماء حضرولنا الصور بالترتيب اللي احنا قلنا عليه بالفيديو اللي قلنا عليه شايماء اتفضلي لو سمحت يا دكتورانية كان سؤالة عند حضرتك كان سؤالة فضلي لا يا فندم سواين بس عندي غدة درقية كل البشر عندهم غدة درقية حضرتك سودي عندي مرض في الغدة الدرقية وأمراض الغدة الدرقية يا أمراض مناعية يا ضعف في النشاط يا زيادة في النشاط ايوة فندم كان عندي غدة تسممية وزيادة في نشاط الغدة الدرقية وكان ضربات قلبي سريعة وتخسسني وعنايا ومش عارف ايه وقالوا لي الأفضل تشيليها أيوة وشلتها والوقتي باخد علاج تعويضي ليها شو في الفرق بين الكلام اللي أنا قلته وكلام اللي حضرك قلته صح كلام حضرك صح مظلوط أيوة وبعدين دلوقتي أنا عايزة أعمل طفل أنابيب أجيب ولد يعني أيوة اسمها عايزة أعمل طفل أنابيب لاختيار جنس الجنين لأن أنا عايزة ولد لأنني مش راضية بالبنات اللي معاي مش راضية والله يا دكتور بغض النظر يعني عايزة ولد أو بالسؤال تلولاني التاني هل ينفع في حالتي؟ آه ينفع يا فاند بحضرك تزبطي لغدة والغدة ليس لها علاقة مباشرة بتأخر الحمل ولا بالحقن المداري تتضبط قالك المهيش هذه اللي تؤثر يعني في علاج غير العملات الحقن ينفع أرضه مثلا يحول رحم بتاعي من حمد القلوي؟ تمام أولا ما هواش الرحم المهبل الستات في مصر كلها بتقول على الفتحة اللي تحت والعضو اللي تحت اللي بيهملوه ده اسمه المهبل كويس؟ وحمضية وقلوية المهبل فعلا هي اللي بتزيد وتقلل من نسب أن الست تجيب إناث أو ذكور عظيم كده؟ لكن المحاولات اللي بتتعمل لتغيير البي اتش بتاع المهبل لزيادة الأطفال أو الذكور غير مجدية يعني مفيش أي علاج يا دكتور مفيش أي علاج يقيني يعني نقول لحضرتك حضرتك نقول لك ايه؟ اعملي كذا فده وارد إنه ينجح وتجيب ذكور يعني كلمة ينجح في حالة حضرك يعني تجيب ذكر بنسبة 10-20-30% كويس؟ لكن نسبة الفشل بعد الشر يعني مش بعد الشر أنك تحملي في إناسي يعني نسبة فشل هذه القصة وأن الحمل يبقى بأنثى نسبة عالية جدا ولا يمكن التنبؤ بيها الحاجة الوحيدة الحاجة الوحيدة اللي علمية ويقينية في إن حضرتك يحصل حمل بذكر هو اللجوء اللي حقن المجهري بس هنا فيه مشكلة إن حضرتك كنت بتحملي طبيعي فحتخش مركز الحقن المجهري وتقول لهم إيه؟ اعملوا لي أنا أكيد حنجح أنا مش زي اللي عندكم دول أنا مش وحشة وما بحملش ده أنا بحمل بمزاجي صح؟ فحضرك هتبقى رايحة متخيلة إن الحقن المجهري ده إيه؟ حينجح بنسبة 100% ليه؟ ده أنا جاية نزاهة ده أنا جاية تفضل مني هو أنا زي التانيين ده أنا بحمل بكيفي تمام؟ نسب حدوث الحمل في الحقن المجهري 35% حتى في حالة حضرتك حتى لو حضرتك بتحملي إيه؟ بمزاجك وبكيفك وعندما تريدين طب حرام أن حلال لا يا فندم حرام أن حلال ده مش تخصصي لكن في مجمع البحوث الإسلامية قال لا أحلال مفيش فيه حرمانية تمام؟ طالما هو من زوجك وأوى لآخره حضرتك الحقن المجهري لا نضمن إنك تحملي لكن نضمن لك إنك إذا حملتي يبقى من الجنس اللي هتختاريه يقيناً لإن بنحلل الأجنة قبل نخلع طب ممكن تقولي العلاجات اللي ممكن أعملها حتى لو 20% أعملها ومش عليها؟ لا يا فندم مفيش علاجات دي وصفات اللي حضرتك قلت عليه اللي هي التشطيفات بحاجات قلوية عشان تزيد من الحيوانات المنوية الزكورية بس؟ بس؟ آه أي غسول قلوي طب فيت قامشي عليه قد دي قبل ما أحمل بها دي يا دكتور ما فندم أنا قلت إن ده كلام مش علمي وقلت إن النتائجه مش يقينية يمكن طيب فات يمكن أنا قلت فما تقوليش بقى وجرعته إيه؟ ما أنا بقول ده مش علمي آه آه ماش يا دكتور مشكرا حضرت آه يهبوا لمن يشاء إناثاً ويهبوا لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناساً ويجعلوا من يشاء عقيمة إنه على كل خيان قدير كل السيدات وكل الأنسات فاصل وبعد الفاصل نواصل معكم بصرة خير موسيقى موسيقى آه إذا ما كان فيه اتصالات ناخد الاتصالات إذا ما كانش ناخد الصور اللي معنا طيب الصورة دي بتبين زي ما حضراتكم شايفين كده صف من عيدان الكابريت طيب؟ الناس اللي وقفة في صف زي عيدان الكابريت لو واحد بس طال النار النار دي حطول بقية عيدان الكابريت كله شوفوا بقى اللي بياخد خطوة للخلف خارجاً من الطبور إذا كان أهو عود كابريت واحد لو ولعت فيه نار حيمسك في الصف كله يعني واحد بس يبقى مصاب في الصف يصيب الناس كلها عشان كده اللي حيبقى في أمان هو اللي حياخد خطوة ويبتعد التباعد سيضمن لك إنك لا تصيبك نار هذا الفيروس وهذه العدوى التي تنتقل بين البشر بشكر حضراتكم على الفيديو ونستكمل إذا كان معنا اتصالات إذا ما كانش نشوف باية الصور تعالي تفضلي يا أسماء أهلا السلام عليكم عليكم السلام أي دكتور أنا معي ابني أنس ليترسلين دلوقتي أيها أول سنة فت وسيلة وبعد كده ما قدتش أكيد ليه سنتين يعمل كده يعني بقالي سنتين بدون وسيلة المنع حمل وما حصلش حمل لم يحدث حمل دي الجملة اللي بتنسوا كلكم تقولوها آه وما حصلش حمل يعني وزوجك معاكي طوال السنتين دول آه وروحتي لده كترة رحت لدكتور لما تجيني ببريد كل شهر تجيني بقلم طبيعي يعني وكده أيها آه راحت الدكتور وقال لي عندك كيس دموي والهرمونات بتاعت اللبن عندك زياجة فداني علاج وروحت لدكتور التاني ويارت وكده آه قال لي مفيش عندك حية خالص طيب ماشي مفيش عندي حاجة خالص متشكلة يا دكتور طيب ما بحملش ليه في رأي حضرتك يعني ماشي مداني علاج ادك علاج لإيه اذا كانش عندك حاجة اداني منشطات ليه اذا كانش عندك حاجة انتي ما عندكيش حاجة جالي نسبة تكيسات دكتور التاني جالي نسبة تكيسات بس ايه ما تمنعش الحمل اخر الحمل جميل يا دكتور وكلمة تأخر وتمنع عندك وحدودها قد ايه اصلا أنا ما بقى ليش شهرين ده أنا بقى لي سنتين هي سنتين دي ما تعتبرش عند حضرتك منع ماشي ما انا قلت له زي كده راح بس راح قال لي هي نسبة تكيسات فهي ما اتأخر الحمل فداني حجة منشطات حجمتين اخدتهم بعد ما اخدتهم زي كده اداني برشان تدفاذ برضو اداني برشان تاني ايه السؤال ايه بقى انا ما بيت عملت شهر تبويض بيت التبويض جالي كويس 15 مل السؤال بقى اللي حضرتك عايزة تسألهوني اين السؤالي يعني انا مثلا هل مثلا تكيسات تمنع الحمل سنتين الاجابة لا الا اذا كان درجتها جديدة وتؤخر الدورة بوضوح الاجابة رقم 2 الحكم ليس ليه الحكم لمن يرى تحليل الهرمونات حضرتك تعمليه السؤال رقم 3 حضرتك الولادة اللي فاتت كانت طبيعية ولا بقيسرية آه طبيعي تمام حد طلب من حضرتك تحليل للزوج حد طلب من حضرتك تحليل للهرمونات حد طلب من حضرتك تحليل هرمونات عملت تحليل هرمونات أيها تحليل ايه من الهرمونات الغدة والهرمونات بسبلت كويسة طبعا ليش حضرتك قلت الغدة والهرمونات ايه اللي تقصدي بيها الهرمونات اللي انت عطفتها على الغدة دي اللي هي ايه الهرمونات دي ولا هو طلب مني تحليل هرمونات فأنا عملتها من ست شهور كده فطلعت كويسة بعدك طلب مني تحليل غضة درقية طلعت برضه كويسة غضة درقية ما فاش أي حاجة هو فندم تحليل غضة درقية هو تحليل هرمونات فكل ما أنت تقولي تحليل هرمونات وتحليل غضة أفتكر أن في حاجة غير تحليل هرمونات ده واحد منهم تحليل غضة درقية آه أنا عملت تحليل هرمونات كامل طيب معلش أنا عايز أسمع كامل ده يكون بتفصيله يعني أساميهم ما علينا يعني وحد طلب تحليل لزوجك لا أنا هو طالما جال لي أنت دماما حملت قبل كده بفعمل كيش حاجة وزي كده الموضوع تمام فأنا لما روحت دكتور الأولاني جال لي عندي بتكاية دموي كيس دموي كيس دموي كيس دموي دان علاج أعرف أنه ما أنا سمعت حضرك الوقتي بتعيني نفس الكلام أنا بس عايز أسألك حضرك بتقولي كده طالما حملت قبل كده يبقى تمام وجوزك ده ما يطلبلوش تحليل طب ما حضرتك كمان حملت قبل كده يبقى تمام ويبقى أنت لا تحليلي ولا هو يحلل إيش معنى أنت بتحليلي يعني حسن ما هو طلب مني الدكتور أنا بسألك كده بالعقل والمنطق ليه ما بيتطلبش تحليل من الرجل ده لا ما طلبش مني آه لأن ده كلام يفتقد إلى العقل والمنطق نمرة اتنين ألم الدورة بقى أخباره إيه لما خدت المنشطات لا ما هو حاليا أنا المنشطة أنا بقيت في العلاج لسه يعني معادها السابة الجديد لسه مجهام أيها فندم معلش حضرتك ما جاوبتش سؤالي ألم الدورة شكله إيه مع العلاج آه ألم الدورة لا بيجيني تعب خالص بيجيني ألم أسخل البطن وبيجيني برضه الظهن طيب حضرتك ما سألتش الدكتور اللي قال لحضرك انك ما عندكيش حاجة ده ايه سبب القلم ده يعني الدكتور الاولاني قال ان حضرك عندك كيس دموي والاكياس الدموية دي مرض اسمه هجرة بطنت الرحم والمرض ده يمنع الحمل لسنوات طويلة ويحدث قلم شديد مع الدورة كويس؟ فالدكتور رقم اتنين بقى قال لحضرك انت ما عندكيش حاجة طيب وما القلم الدورة ده بيجيلي من ايني؟ طيب ايه رأي حضرتك ان انا استاذ في علم التكيسات وبقول لحضرتك وبقول له ان تكيس المبايد لا يحدث ألم في الحوض ولا ألم مع الدورة والستات اللي عندها تكيس المبايد يبقى عندها ضعفة في التبويض ولا يمكن الدورة تبقى مؤلمة يعني كده ما يعنيش تكيسات لا لا انا ما قلتش انه عندكيش تكيسات من يحكم حضرتك عندك تكيس مبايد ولا لا هو الوحيد الذي يرى تحليل حضرتك بعينه ويعمل لحضرتك سونار بهبالي تمام أنا ما قلتش أنا ما عرفش لا حضرتك قلت نتائج التحليل لا حضرتك قلت نتائج التحليل ولا أنا عملت لحضرتك سونار مبالي أنا ما قلتش أنا ما عرفش أنا بقول إن لو فيه تكايز موبايد اللي ما عرفش هو موجود ولا هو ليس سبب لأن الحمل يتمنع سنتين منع تام وليس سبب لألم شديد مع الضور ماشي معنا اتصل تليفوني آخر تفضلوا السلام عليكم وعليكم السلام يا فن أهلا بيك أبو خالد نأكلت معاكم لشيء بس لخطفة وصل أنا عند المدام أيوة كان تحصل حدا شوية نهجان كده طبعا عملنا صورة الدم فطلعت نسبة الهيموجلوبين سبعة طب وهي إيه اللي مخلي الهيموجلوبين سبعة وإزاي عايشة بسبعة دي إيه اللي مخليه كده طبعا ما حصل النهجان وتطلع السلم وكده أيوة فندم الهيموجلوبين الأليل سبب النهجان أنا بسأل إيه سبب إن الهيموجلوبين أليل يعني الست دي عندها نزيف مثلا لا 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 ولا في أي حاجة طب حضرتك إيه علاقة ده بقى بأمراض نسا حضرتك بتستشرني أنا ل أعرف ممكن مثلا أحيانا ساعة الدورة ممكن تكون مثلا بتزيد شوية أو حاجة كده طب ماشي ما الدورة اللي بتزيد شوية دي واللي إنت شايف إنها يعني بتزيد حاجة بسيطة ممكن تعمل أنيميا بس إذا كانت تعمل أنيميا لدرجة سبعة يبقى هي مش بتزيد شوية هي بتزيد شويتين أيوة وبالتالي الست دي محتاجة أنها تعمل لها سونار مهبلي لبيان سمك بطانة الرحم حجم عضلة الرحم فيها تغدد رحم يقول لا وجود أورام لفية وجود أكياس على المبيض وجود أي مشاكل في الحوض كل دي أسباب تخلي الدورة شديدة والدورة اللي شديدة اللي تصل لمرحلة الأنيميا الشديدة بتاعت الست دي سبعة دي يعني الست دي مش بتنهج ويطلع السلم دي بتنهج لو فتحت الحنفية دي بتنهج لو بترفع رجلها عشان تتوضى دي بتنهج ويطلع تتكلم في التليفون تمام؟ وسبعة دي رقم ما يمكنش أنها تعيش به كويسة وبالتالي لازم السبب اللي تسبب في هذه المشكلة بدل ما يحصلها هبوط في عضلة القلب يعني السبب اللي تسبب في هذه المشكلة يجب أن يعالج تعالج المشكلة من سببها من جذرها مش عندها أنيميا فنديها على أجل الأنيميا وده بقى السبب اللي حضرتك بتستشيرني أنا وانا دكتور نسا حضرتك ما دخلتش الدخلة المظبوطة كده مراطي الدورة بتيجي جديدة شوية وده أدى أن عندها النزيف أدى إلى أنيميا الأنيميا بقت شديدة بقت الرقم كذا ويبقى كده الكلام له علاقة وأمراض نسا وأنا جاوبت إزاي نتعامل مع مثل هذه الحالات هل نشوف بقية الصور؟ نشوف أخذ الأستاذ عاطف تفضله عايزين نشوف الفيديوهات والصور ضروري تفضله تفضله يا أستاذ السلام عليكم وعليكم السلام ساعدتك يا باش اتكلمنا على الوقاية من تسمم الحمل أيها فدنا معناية وحضرتك وحضرتك يعني راجل مهزب ومحترم وكلمك واضح ومباشر بس أنا عشان أجاوب حضرتك إيه المشكلة اللي حصلت لكم في تسمم الحمل ده مش هيغير في إجابة السؤال اللي بتقوله بس عايزين نحكي نستمع نستفيد إحنا والمشاهدين تفضل والله إيه كان من مرتين حضرتك في تسمم الحمل مرة في الشهر الثامن أيوة ومرة بعد كده في الشهر الخامس الخامس المرة الثانية كانت أبدر من الأولانية آه أيوة والمرتين انتهوا بوفاة الجنين والمرة الأولانية تحق الحدانة وتحق بعدها أيوة ولدوها بسرعة حرصا على حياتها لإن كانوا خايفين على مخها ونفخها وشراينها لا تنفجر من الضغط العالي فقالوا نولدها بس الطفل نزل مبتسر وغير مكتمل فتحط في حدانة وتوفاه الله صح؟ بالضبط ده حضرتك قيس فريق أيوة تاني مرة بقى تاني مرة عملوا لعمل التفريق للجنين مش قيس فريق حضرتك أيوة من تحت اللي هو الجنين توفي في بطنها ولا نزلوه طيب أفندم مش المفروض اللي تلسع من الشربة يعمل ايه؟ والله ينفق في الزباة دي حدث تمام يعني احنا جات أول مرة جالها تسمم حمل وإحنا مش واخدين أخوانا من الست دي جسمها أردل تسمم الحمل خدنا أخوانا بقى هو تاني مرة بقى الدكتور قال نعمل ايه؟ علشان ما يحصلش تسمم حمل قال ايه؟ جال والله تسمم الحمل يعني ما لهش عليك حضرتك وبرتابع مع الدكتور لا يا فندم لا 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 ده استهانة بمرض أدى إلى أن فيه جنين راح كان لازم نقول لها أنا بقى هقول لحضرك عشان كده حضرك بتسألني لازم نقول لها إن ما بين الحمل والتاني فترة مرة على الأقل لست شهور ما تستخدمش أقراص منع الحمل ولا أي وسائل هرمونية أبدا تقلل وزنها قدر الإمكان إذا كان وزنها كبير لما تبقى حامل تاخد حمض الفليك اللي بتكتبه للستات الحوامل أول ثلاث شهور الأبحاث كلها بتقول امتداده للرابع الخامس السادس بيقلل نسب الإصابة تاخد أدوية للسيولة مش ما يكتفاش بالأسبرين اللي بتاخده الستات العادية تاخد حقن تحت الجلد للسيولة أثناء متابعة الحمل كل الكلام ده طبعا ما تعملش تاخد أدوية اسمها مضادات للأكسدة تمام؟ مضادات الأكسدة دي بتقلل نسبة الإصابة بتسمهم الحمل ثم نيجي بعد الشهر الرابع نعمل الست دي دوبلر اللي هو قياس لصرايان الدم في المشيمة والحبل السري عشان نشوف تدفق الدم ماشي كويس ولا لأ ولا احنا محتاجين نزود أدوية السيولة لأن الدوبلر اللي بتعمل في الشهر الرابع الخامس ده له قدرة تنبؤية الستة هيجيلها تسمم حمل قدام شوية في الحمل ولا لأ وشدته درجتها ايه؟ تمام تمام حضرتك فيه حاجة من دولة عملت؟ تعامل كل ده حضرتك وبتاخد حجن 60 حضرتك صبح وحدة بالليل لا ده جرعة عالية جدا 120 إذا كان كل ده تعامل وحصل تسمم حمل أدى لوفاة الجنين اه يبقى احنا في الآخر الطب له نسبة نجاح ونسبة فشل يبقى احنا عملنا اللي علينا تمام؟ لكن هي دي الحاجات اللي تتعمل وكانت بتاخد جرعة 60 صبح و60 بالليل يعني هي كانت تاخد 40 في اليوم مرة واحدة في اليوم فغيرنا بالدبطور حضرتك فرح خلها لسسين واحدة صباحا واحدة بالساءة لأنه طبعا حطوا الصنار على بطنها لا المية قليلة وحجم الجنين قليلة اه حضرتك صحيح مضبوط فهو كان بيحاول يلحق زي يعني أنا آسف التشويه الطيارة لما هتقعف بيشدوا المطور على أقصى قدرة طيب يعني هم عملوا اللي عليهم وع ذلك القصة تكررت وارد ان تكرار تسمم الحمل لكن العجيب ان المفروض ان كل مرة تسمم الحمل يحصل في وقت متأخر أكتر وبدرجة أقل في حالة مرات حضرتك دي حصل العكس تاني مرة جه أبدر وجه من درجة أشد حاضر فاند ما أنا قلت هو كل سنة وحضرتك طيب يا رب يعني رب يقيد علينا وعليك الآن بكل خير اسمعني من خلال التلفزيون هو اللي قلنا الحضرتك ده لم يجد الطب بديلا له لده نعم نشوف نشوف آه الصورة دي الصورة دي من الأسبوع الماضي كان اليوم العالمي للتمريد والصورة دي قدام إحدى المستشفيات في إنجلترا اللي توفيت فيها واحدة من الفريق التمريدي أثناء مكافحة مرض والفيروس كورونا أصيبت بالعدوى وتوفيت فتركوا الأطباء والتمريد السليبرز الأحذية اللي بيلبسوها فيه داخل غرف التعقيم والعزل أمام المستشفى تعبيرا عن تضامنهم عشان ما يقفوش هما المفروض ايه هما كانوا يعملوا وقفة لنعي هذه السيدة لكن المشكلة أن احنا في فترة مطلوب التباعد المجتمعي فحطوا ما يرمز لوجودهم واللي كانوا وقفين الوقفة اللي وقفين يعملوها تأبينا لهذه الممرضة أمام المستشفى وتقديرا لمجهودتها ولكل فريق التمريد والممرضات اللي هم المدافعين مع الأطباء عن صحة الناس كل التحية وكل التقدير نشوف الصورة اللي بعدية أنا حسمى حضراتكم الفيديو هذا الطبيب كان طبيب في مستشفى العزل مش هقول الاسم بس حرصا على يعني هذا الطبيب أصيبه بالفيروس أثناء مكافحته للمرض ودخل إلى العناية المركزة ولم يشأ أنه يتحط على جهاز التنفس الصناعي إلا وهو يسجل لزميله رسالة صوتية بصوته اللي حتسمعه صوته لو نقدر نعرض الصوت بعد ما نخلص كلام صوته قد إيه رايح وصوت جهاز الأكسوجين واستوانت الأكسوجين جنبه اللي بيقول لهم زي بالزبط القائد للجنود في المعركة لو سمحتوا اعملوا كل اللي فوسعوكم عشان تحاربوا المرض ومحدش هيصيبوا غير ربنا كاتبهولو توكلوا على الله وبذلوا كل المجهود مهما أصبنا سنظل ندافع عن صحة الناس لأن ده القسم وتحية لكل الأطباء وكل الفريق الطبي إذا كان الفيديو بتاع الدكتور جاهز نسمع بس الصوت نسمع صوته كده رحمة الله رجال تجد عنه ربنا معاك ربنا معاك أنا معاك حتى ونعلك سيول والله العظيم معاك ربنا عنكم قوي ما تخافوش من حاجة إن إحنا خفنا الدنيا كلها غربوش الدنيا كلها غربوش خلوكم شجعان ورجالة اشتغلوا وفزنوا أقصى جهودة عندكم واللي كده ربنا هو اللي هيكون ربنا معاك وردنا رحمة الله عليه طبعا لما حضرات تسمعوا الفيديو ده تسمعوه تقولوا إن ده طالع من قائد اللي كاتبته ولا للسرية بتاعته ولا للجنود اللي بيحربوا معاه عندما أصيب هذا القائد لكن هذا كان هذا الطبيب رحمة الله عليه توفي بعد يومين من تسجيله هذا الحديث بعد وضعه على جهاز التنفذ الصناعي إذا كان الوقت يسمح نرى آخر صورة وآخر المصابين علشان تعرفوا الابتلاءات التي يواجهها الأطباء ومع ذلك لا يسلموا من التنمر هذا الطبيب كان بزل 36 ساعة متواصلة من العمل في مستشفى العزل مع الألأ مع الخوف مع الضغوط العصبية والنفسية هو الحقيقة فقد بعد الشر على السمعين وعلينا وعلى الناس جميعا فقد بصره إن شاء الله ربنا يشفي ويعافيه ده لم يصب بالكورونا ولا دي من أعراض الكورونا ولا دي من مضاعفات الكورونا هو من ضغط العمل والقلق والمجهود هو نفسه كان بيقول إنه كان مرهق جدا وفي نفس الوقت كان عنده ألأ شديد ألأ على نفسه ألأ على أسرته اللي حيرجع لهم ينقل لهم العدوى ألأ على زميله فأصيب بارتفاع شديد في ضغط الدم اللي أدى من واحد من مضاعفاته يبدو فيما يبدو إن حصل جلطة في الشريان المغزي للعصب البصري والشبكية أدى إلى فقدانه وبصره وتحملت الحكومة المصرية في قرار عاجل من رئيس المجلس الوزراء تكاليف علاجه ربنا يشفي ويعافيه ويبارك في مجهوداته ويبارك في مجهودات الأطباء زي ما بأكد لحضراتكم حاملا لكم كما كنت دائما على العهد والوعد الأمل في بكرة أجمل ليه في أمل؟ لأن الأمل ده في يد الخالق سبحانه وتعالى وهو اللي كتب على نفسه إن مع العصر يسر وإن ما فيش عصر حيقدر يغلب يسرين اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم فستعود الأيام بإذن الله تعالى وستنقشح هذه الغمة وسينتهي ده يقينا يقينا في وجه الله وفي رحمته وفي العلم اللي درسناه وفي علم الأوبئة وفي المعروف عن تاريخ الأوبئة وسيأتي اليوم اللي ينقشع هذا الوباء لن ينتهي تماما زي ما قلنا في المقال اللي موجود في الأخبار اليوم لكن حدة الأمور ستقل وسنعود إلى الحياة الطبيعية بس بقواعد أخرى وبالتزامات أخرى قبل ما أترك حضراتكم أورد لحضراتكم أخيرا نشوف صورة المقال الآخر الذي نشر ليها على المصر اليوم على البيان الإحصائي لعدد الحالات والوفيات في مصر ومقارنتها بالعالم نحمد الله عندنا الحالات بتزيد والناس كل يوم بتترعب لكننا المنحنة بتاع مصر الحمد لله متوازن وأفقي إلى حد ما لم تحدث فيه قفزات سريعة نحتاج إلى التزام حضراتكم إلى المجهودات إلى التباعد المجتمعي إلى الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والابتهاله في هذه الأيام أن يرفع عنا البلاء والاجتهاد من كل البشر وبإذن الله يقيناً تكلل هذه الجهود بالنجاح لأنه كتب على نفسه سبحانه وتعالى أنه هو المتحكم وأن العسر معه يسر وأن هذه الأرض الطيبة نرجع لو سمحتم هذه الأرض الطيبة بكل أبناءها هذه الأرض الطيبة بكل أبناءها وبكل أطبقها اللي دي روحهم واللي دا اكتهادهم بإذن الله بإذن الله محروصة بإذن الله إلى أن أعود وألقاكم أترككم والأمل يحدوكم وبشرة خير بينا وبينكم دايماً بإذن الله